مرحبا طلاب الصف السادس الإعدادي ما زلنا في عراب أسماء الاستفهام أخذنا المجموعة الأولى وهي مجموعة العاقل وغير العاقل والمجموعة الثانية مجموعة الزمان والمكان والمجموعة الثالثة مجموعة الحال المجموعة الرابعة هي تسمى مجموعة الحدث لا تدل على زمان ولا مكان ولا حال ولكنها تدل على الحدث المجموعة الرابعة هي التي تدل على الحدث هذه المجموعة إليها عراب واحد قلنا أن أي تعرف بحسب ما تضاف إليه وكم تعرب بحسب ما يكون تمييزها يعني كم وأي ألحقناها بالعاقل وكم وأي ألحقناها بغير العاقل وبالزمان وبالمكان وبحسب ما تضاف إليه هنا إرهن إعراب واحد أي وكم لهم إعراب واحد ماذا تعرب هذه الأسماء يقول يعرب هذان الإسمان مفعولا مطلقا يعني شنو مفعولا مطلقا المفاعيل مجموعة لدينا مفعول به لدينا مفعول فيه لدينا مفعول لأجله لدينا مفعول معه وغيرها من المفاعيل المفعول المطلق هو المطلق لماذا سميه مطلق؟ يقول لأنه مطلق غير مقيد بحرف متى يعرب هذان الإسمان مفعولا مطلقا شوكة عربه المفعول مطلق أي موضع لا يقول إذا جاء بعدها مصدر من نفس لفظ الفعل الذي يليه يعني شنو هنا راح تصير عدنا شوية إرباق لاحظ اسم الاستفهام يجي سواء كان أي أو كم بعدها شنو يجي؟ يجي مصدر راح يجي أي أو كم بعدها مصدر بعد هذا المصدر فعل من نفس لفظ المصدر يعني هذا الفعل يكون لفظه من نفس لفظ هذا المصدر يكون نفس الأحرف و نفس المعنى كم كذلك؟ كم زائد مصدر؟ عدد فعل من نفس لفظ المصدر كم؟ زائد مصدر زائد فعل هذا الرياضيات مو عربة صغيرة بهاي الحالة شلون عربها؟ نقول تعرب مفعولا مطلقا السبب جاء بعدها مصدر من نفس لفظ الفعل الذي يليه قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون اعرب اسم الاستفهام دالا على الحركة أو ارسم أو اضبط حركة أي نجل أي اسم استفهام شنو اجوا وراها منقلب أي منقلب أي دلالتها بحسب ما تضاف إليه ما بعدها يعرب مضاف إليه مجرور دائما ما بعد أي مضاف إليه مجرور ينقلبون فعل ما تلاحظ أكو تشابه بين ينقلب بين منقلب وينقلبون نفس الأحرف النون موجودة موجودة القاف موجودة واللام موجودة والباء موجودة هذه تدل على المجموعة وهذه اسم إذن هذا مصدر مصدر والمصدر بعد أي يعرب مضاف إليه جاء بعده شنو فعل فعل من نفس لفظ المصدر إذا أجى وراء فعل من نفس لفظ المصدر ما لا تعرب أي تعرب مفعولا مطلق النائب عن المصدر زيان هسأت تضبط حركته بما أنها مفعول إذن تكون حركتها الفتحة تكون منصوبا أي منقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين فكم سعيا سعيت وأنت كفئن وقد كنت المكلفة بالسدادي يقول استخرج اسم الاستفهام معربا إياه أين اسم الاستفهام؟ اسم الاستفهام كم؟ شنو أجى وراه؟ سعيا ما بعد كم يعرب تمييزا دائما وما بعد أن يعرب مضافا إليه دائما خائم انتهين من عده بعدها يأتي شنو أجى فعل هذا الفعل يشبه الاسم الذي جاء بعده اسم الاستفهام لو ما يشبهه السين موجودة العين موجودة والياء موجودة مجرد هذا فعل وهذا اسم إذن جاء بعده مصدر من نفس لفظ الفعل وجاء بعده فعل من نفس لفظ المصدر العملية تبادلية لأن بعض الأحيان يقولون الفعل هو الأصل وبعض الأحيان يقولون المصدر هو الأصل ما لك علاقة بها إذن كيف توجه عراب كم؟ نقول كم اسم استفهام كم مبنية أو معربة؟ مبنية ما بعدها ماذا يعرب؟ يعرب تمييزا دائما وجاء بعده سعية إذن نفس لغة اللقظ بين الفعل والاسم كم اسم استفهام مبني في محل ماذا؟ نصب مفعول مطلق السبب جاء بعده ماذا؟ اسم من نفس لفظ الفعل وما أدري كم وقفت بربعها؟ أبكت ديار ولا ألاقي جوابه هنا ولا ألاقي جوابه دل على تمييز كم؟ دل على تمييز كم؟ وإذا وجدته كيف توجه إعرابه؟ لاحظ وما أدري كم وقفت بربعها؟ لاحظ أين اسم الاستفهام؟ كم؟ ما بعد اسم الاستفهام يعرب تمييز إذا كان اسم شنو إجاورك كم؟ وقفت وقفت أسم له فعل فعل إذن أنا أريد تمييز ما أريد فعل أصل الكلام كم وقفت كم وقفت وقفت بربعها؟ لاحظ كم؟ شنو إجاوراه؟ وقفة من نفس لفظ الفعل الذي تلاها هذا اسم وهذا فعل لكن الأحرف نفسية فموجودة بالاسم وموجودة بالفعل إذا جاء بعده مصدر من نفس لفظ الفعل ما لا تعرف كم؟ كم اسم استفهام مبني في محل نصف مفعول مطلق السبب جاء بعده اسم من نفس لفظ الفعل هذا الاسم على الرغم من أنه محذوف سواء كان مذكورا أو محذوف واضحة؟ بسيطة ما يرادلها قال الشاعر وأي فتن ألقاك في الحربي معلما وأي ثبات أنت في الحربي تثبته طبعا إحنا لازم نقرأ جملة للأخير حتى نعرف أكو دلائل ولو ماكو دلائل مو تقرأ لي أي كلمة وراها الثانية تقول هاي هي اللي هنا وراح أعرف لا نكمل الجملة كلها حتى نعرف الإعراء أي فتن ألقاك في الحربي معلما وأي ثبات أنت في الحربي تثبته هسا هنا أنا أي يقول لك أعرف أي وهو مضاف وفتن مضاف إليه مجرور شن إجاء وراها؟ فعل فعل متعدل ولازم متعدل لأنه أخذ الكاف الكاف تعرف مفعولا به اسم استفهام جاء بعده فعل متعدل استوفى مفعولا ما لا تعرف أي تعرف مبتدئ والحركة تكون أي بالضمة مبتدئ زين أي الثاني شنو عرابها يقول أي المن أضيفت إلى كلمة ثبات زين أنت من الضمائر زين في حرف جر والحربي اسم مجرور تثبتوه لا تلاحظ هناك تشابه بين نتبات وتثبت نفس الألفاظ ونفس الأحرف إذن هذا مصدر وهذا شنو فعل اسم استفهام جاء بعده مصدر وبعد المصدر فعل من نفس لفظ المصدر ليس بالضرورة أن يأتي مباشرة ورا المصدر قد يأتي في نهاية الجملة لذلك قلنا لازم نكمل الجملة للأخير حتى تعرف الإعراب أي اسم استفهام مبني له معرب أي معربة ما هي حركة هي قل لك اضبط حركة أي إن قل لها حسب ما بعدها شنو بعدها مصدر أي ثبات ما بعدها يعرب مضاف إليه مجرور دائما أنت وأن علاقة بها الضمير في حرف جر اسم مجرور تثبتوه اسم استفهام جاء بعده مصدر بعد المصدر فعل من نفس لفظ المصدر نفس الأحرف موجودة هنا موجودة هنا بس الحالة الأولى هذا اسم وهذا شنو فعل كيف توجه العراب أي نقول مفعول مطلق في محل نصب اسم استفهام مفعول مطلق منصوب كم قلنا عليها مبني في محل نصب مفعول مطلق هاي لا مباشرة اسم استفهام مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هاي المحاضرة آخر محاضرة من موضوع الاستفهام وهي تدرس الاستفهام المجازي يعني شنو استفهام مجازي نجي نعرف نقول الاستفهام المجازي هو استفهام لا يراد منه جواب يعني شنو وعدنا استفهام يراد منه جواب وعدنا استفهام لا يراد منه جواب مجرد شكل هو استفهام لأنه يحتوي على أحدى أدوات الاستفهام يقولون هذا استفهام لكنه لا يراد منه جواب الاستفهام هو الذي يراد منه جواب من البداية قسمنا الاستفهام قلنا الاستفهام يقسم من حيث الغرض أو المعنى من حيث الغرض أو المعنى إلى قسمين وهو الاستفهام الحقيقي والاستفهام المجازي الاستفهام الحقيقي هو الذي يراد منه جواب واحد يسألك يريد من عدك جواب الاستفهام الحقيقي نفسي تيرقسم إلى قسمين إما أن يكون استفهاما تصديقيا أو استفهاما تصوريا الاستفهام التصديقي جاوب عنه بإحدى أدوات الجواب نعم لا بلا كلا إيه وأجل الاستفهام التصوري لا يجاب عنه بالتعيين سواء كان بأم المعادلة أو بالهمزة مع أم المعادلة أو بأسماء الاستفهام الأخرى هساني شو وكذل أن الاستفهام المجازي المجازي لا يراد منه جواب مجرد أنه يحتوي على أداة سؤال يقول هذا ندرسه ضمن الاستفهام وإلا هو مستفهام هو نفذ ضمني وتعجب يخرج الاستفهام المجازي إلى غرضين الأول النفذ ضمني والثاني التعجب هساني شو وكت أجاوب هذا الاستفهام تصديقي أو تصوري أو الاستفهام نفذ ضمني أو تعجب إذا طلب من عدك هذن الأسئلة قال لك ماذا تسمي الاستفهام ماذا يصير جوابك؟ يصير جوابك إما تصديقي أو تصوري لاحظ إذا قال لك ما نوع الاستفهام الوارد يصير جوابك إما تصديقي أو تصوري إذا قال لك سمي الاستفهام الوارد هاي موسم سمي إذا قال لك سمي الاستفهام الوارد شنقله؟ نقله إما تصديقي أو تصوري ما نوع ما تسميه نجاوب عنه إما تصديقي أو تصور المجازي يقول بهذا الأسئلة أولا إذا قال ماذا أو لأي غرض خرج الاستفهام لاحظ كلمة غرض وذلك كلمة معنى لأي غرض خرج الاستفهام أقل إما خرج الاستفهام للنفذ الضمني أو أنه خرج الاستفهام لغرض مجازي ألا وهو التحجل السؤال الثاني يقول لك ما المعنى الذي أفاده الاستفهام كذلك الجاوبة تقول لك خرج الاستفهام إما للنفذ الضمني أو التعجل السؤال الثالث يقول لك لماذا لا يمكن الإجابة على السؤال ليش ما قدر أجاوب عن هذا السؤال تقول لك لأن الاستفهام لا يراد منه جواب وأنما خرج لغرض ضمني ألا وهو النفذ الضمني أو التعجل غرضا يخرج لهم الاستفهام نفذ ضمني وتعجل وهكذا تكون الأسئلة في الامتحان الوزاري والتفريد تنجح في الوزاري يعرف الاستفهام المجازي يقول هو استفهام لا يراد منه جواب يعني المتكلم يعلم بالحقيقة السؤال يريد جواب والمجازي لا يريد جواب يخرج إلى غرضين كم غرض يخرج إليهم؟ غرضين وهو أولا النفذ الضمني والثاني شنو؟ التعجب النفذ الضمني والتعجب نجي للحالة الأولى وهو النفذ الضمني يفيد الاستفهام النفذ الضمني متاه؟ ويكون الاستبدال أو يمكن الاستبدال عليه بوضع إحدى أدوات النفي فيستقيم الكلام نشيل أداة الاستفهام ونخلب مكانها أداة نفي ويستقيم الكلام إذن هذا الاستفهام شبي خرج لغرض مجازي ألا وهو النفذ الضمني قال تعالى نجي على الآيات القرآنية وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنا الله سبحانه وتعالى يسأل لا وإنما خرج لغرض مجازي ألا وهو التقرير بأسلوب النفي الضمني كيف نعرف هذا خرج لأسلوب النفي الضمني؟ أجي أخلي بمكانها إحدى أدوات النفي إحدى أدوات النفي أدوات النفي هي كل أداة خاصة به النفي لا، لم، لين، ليس وغيرها من أدوات النفي نخلي إحدى أدوات النفي بمكان أداة الاستخدام إذا استقام الكلام هذا خرج لغرض مجازي ألا وهو النفي الضمني لو في غير القرآن الكريم يقول ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان استقام الكلام لو ما استقام أصبحت جملة مفيدة حالها حالة جملة الأولى إذن يقول لك إلى أي غرض خرج الاستفهام يقول لغرض مجازي ألا وهو النفي ضمني هنا يفيد النفي بدنا أداة الاستفهام بأداة نفي واستقام الكلام من يغفر الذنوب إلا الله؟ نخلي بمكان من؟ اسم استفهام من؟ نخلي بمكانها شنو؟ لا وهي أداة نفي لا يغفر الذنوب إلا الله لو في غير القرآن الكريم إذن خرج الاستفهام لغرض مجازي ألا وهو النفي الضمني شلنا أداة الاستفهام خلينا بمكانها شنو؟ أداة نفي واستقام الكلام متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه يبلغ البنيان تمامه لا يبلغ تمامه السبب لان انت تبنيه وغيرك شنو يفلش انشيها ونخلي بمكانها لان يبلغ البنيان يوما تمامه يابا ليش ما يبلغ البنيان اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه لان انت تبنيه وغيرك يفلش به زينب هاي الحالة الى اي غرض خرج الاستفهام نقل له خرج لغرض مجازي، ألا وهو ماذا؟ نفي ضمني، هو ليس صريح وإنما ضمني، بهذه الأداة الاستفهام موجودة نفي أشيلها وخلّ بمكانها أداة نفي أستقيم الكلام، قال الشاعر أنّا يخيب الذي يدعوك محتسباً، وكيف يمسي الذي يرجوك حيراً؟ طبعاً عندنا هنا أدوات اثنين، اثنين هي ندل على الحال، السبب جاء بعدها فعل، أنّا إذا إجا وراها فعل فهي تدل على الحال، أو كيف منتهين من عيثة تدل على الحال؟ ما هو الغرض الذي خرج لأجله؟ الاستفهام، يقول خرج الاستفهام لغرض مجازي، ألا وهو النفي الضمني نخلي الأب مكانه يستقيم لو ما يستقيم، لا يخيب الذي يدعوك محتسباً، يقصد الله سبحانه وتعالى، ولا يخيب من دعاه وكيف يمسي الذي يرجوك حيرانها؟ الذي يرجو الله سبحانه وتعالى، هل يمسي حيرانها؟ بالتقرير لا يمسي الذي يرجوك حيرانها، هكذا يكون في اسلوب الغرض مجازي، ألا وهو النفي الضمني الغرض الثاني الذي يخرج له الاستفهام هو غرض التعجب، قلنا الاستفهام يخرج لغرضين مجازيين، ألا وهو النفي الضمني أو التعجب التعجب، كيف نعرف هذا الاستفهام خرج لغرض مجازي، ألا وهو التعجب؟ يقول ويمكن أو يكون الاستدلال عليه بوضع أفعال التعجب نخلي أفعال التعجب بمكان أدوات الاستفهام في استقيم الكنوم، إذن هذا خرج لغرض مجازي، ألا وهو التعجب من أن أفعال التعجب مثلا أعجب، نعجب، يتعجب، وغيرها من أفعال التي تدل على التعجب قال تعالى أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يقول لك لأي غرض خرج الاستفهام، مباشرة أن تروح المن، إذا قال لك لأي غرض إما نفض مني أو تعجب، يقول لك خرج لغرض مجازي، إما يكون النفض مني أو التعجب ما المعنى الذي أفاده الاستفهام؟ مباشرة أن تروح للمجازي، لماذا لا يمكن الإجابة على السؤال؟ كذلك للمجازي إذن أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، لاحظة، أين أداة الاستفهام؟ الهمزة، الهمزة دخلت هنا للاستفهام، لكنها أراد السؤال، لو لا لم ترد سؤال، وإنما تبيد التعجب وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، شلو نستدل عليه؟ يقول أتعجب أو أتعجب هذه صارت فؤسة أتعجب، إذن نخلي أتعجب بمكان الهمزة فيستقيم الكلام، أتعجب ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، لو في غير القرآن الكريم، طبعا في القرآن الكريم لا يمكن أن نتلاعب بالألفاظ، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى قال تعالى ما لهذا الرسول؟ ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يتعجبون من الرسول بأنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، يردونه منزها من كل شيء أين اسم الاستفهام؟ ما؟ هذا خرج الاستفهام لغرض مجازي أم لغرض حقيقي؟ خرج لغرض مجازي، يقول لك لماذا لا يمكن الإجابة؟ أتقل لأنه خرج لغرض مجازي ألا وهو التعجب، نخل بمكانه فعل وهو نتعجب، نتعجب من هذا الرسول، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق استقام الكلام لو ما استقام، استقام، إذن هذا الاستفهام خرج لغرض مجازي ألا وهو التعجب، شلنا أداة الاستفهام وخلينا بمكانها فعل تعجب، يفيد التعجب قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون تكملة الآية اسم الاستفهام كيف؟ هل يراد من هذا الاستفهام جواب؟ لا يراد منه جواب وإنما يراد منه التعجب، يتعجب من الخلق كيف تكفرون بالله؟ يعني أتعجب من كفركم بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يعيدكم أو ثم يميتكم ويستقيم الكلام، إذا استقام الكلام إذن هذا الاستفهام خرج لغرض مجازي ألا وهو التعجب أتعجب من كفركم بالله وكنتم أمواتا فأحياكم لو في غير القرآن قال تعالى ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، لا، أين اسم الاستفهام ما؟ لأي غرض خرج؟ أو ما المعنى الذي أفاده؟ أو ما هو؟ لماذا لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال؟ أتقلنا الاستفهام خرج لغرض مجازي ألا وهو التعجب، أنخل بمكانها أتعجب أتعجب من عدم رؤية الهدهد، استقام الكلام إذن استقام الكلام، بما أنه استقام الكلام هذا يدل على التعجب زينب هاي الحالة الاستفهام المجازي، الأدوات التي تأتي بالاستفهام المجازي، إيش لو نعربهم؟ هاش سهدني؟ مالي، شلون نعرب ما؟ شلون نعرب كيفه؟ شلون نعرب ما؟ شلون نعرب الهمزة؟ طبعا الهمزة لا محلة لها من العرب، نعرضه النفس إعرابات الاستفهام الحقيقي مثلا هنا مالي، ما اسم استفهام، شنو إجاوراه؟ لي، جار ومجرور، تعرب في محل رفع مبتدئ، السبب تلاه شبه جملة جار ومجرور وهي خبر، كيفه؟ شلون نعربه؟ كيفه؟ اسم استفهام، مبني في محل ماذا؟ نصب حال، السبب تلاه فعل تام، ما لهذا نفس ترتيب، هذا مبتدئ، وهذا شنو؟ خبر جار ومجرور، الهمزة لا محلة لها من الإعراب، الهمزة لا محلة لها من الإعراب، نتمنى أنه قد أوصلنا إليكم بعض المعلومات، ونعتذر عن التقصير، جل ما لا يأسهم زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.elmerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة